وأفدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من عام 24 و 2000 ارتفع إلى أزد من مليوني سائح بنمو نسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من سنة الماضية وذكر بلاغ للوزارة حول عدد السياح الوفدين أن الجهود المبذولة للترويج لوجهة المغرب وتحسين الربط الجوي إليها لا تزال تؤتي ثمارها فخلال هذه السنة تواصل السياحة المغربية مسيرتها نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق حيث سجلت توافد أزد من مليون سائح خلال شهر فبراير أي بزيادة بنسبة 18% مقارنة بفبراير السنة الماضية وأبرزت الوزارة أنه في ظل هذه الإنجازات أصبح السياح الأجانب يمثلون 53% من عدد الوفدين بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 47% من هذا العدد